إن كنتم تعانون من الأحلام المزعجة بشكل متكرر في منتصف العمر فقد تزيد احتمالات إصابتكم بالخرف الحديث ليس لي بل لدراسة بريطانية صحيفة The Guardian نقلت الدراسة التي توصلت إلى أن من يعانون الكوابيس مجددا في منتصف العمر قد يتعرضون لمعدل أسرع من التدهور المعرفي وبالتالي الإصابة بالخرف مع تقدمهم في السن إذن تم تأكيد ذلك ويمكن أن يؤدي البحث في النهاية إلى طرق جديدة للكشف المبكر والتدخل لإبطاء معدل الخرف ويعاني معظم الناس من أحلام مزعجة من وقت لآخر لكن ما يقرب من 5% من البالغين يعانون من أحلام مؤلمة كافية لإيقاظهم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع وجد البحث الذي نشر في e-clinical medicine أن من عانوا من أحلام سيئة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع كانوا أكثر عرضة بأربعة أضعاف لتجربة التدهور المعرفي خلال العقد التالي من حياتهم الدراسة البريطانية قالت إن من بين الاحتمالات أن تكرار الأحلام السيئة يعني ضعف جودة النوم ما قد يؤدي تدريجيا إلى تراكم البروتينات المرتبطة بالخرف أما الاحتمال الآخر فهو وجود بعض العوامل الوراثية التي تدعم كلتين ظاهرتين وللتحقق مما إذا كان الأمر ينطبق على البالغين الأصحاء لجأ باحث من جامعة بيرمينغهم إلى بيانات من ثلاث دراسات سابقة فحصت جودة نوم الأشخاص ثم تابعتهم على مدار سنوات عديدة وإضافة إلى تقييم صحة دماغهم بالإضافة إلى نتائج أخرى تأتي الدراسة الجديدة لتدعم أخرى سابقة أجريت على أشخاص مصابين بمرض باركنسون وربطت حينها أيضا بين الأحلام المزعجة وتسارع معدلات التدهور المعرفي وزيادة خطر الإصابة بالخرف في المستقبل اشتركوا في القناة